عباد الأوثان تثير النفور نالله قرر لك يدعيه اتخاذ قرار راديكالي ولكن شعبي للدفاع عن صالح الله في إسرائيل نقطة قرر لك يدعيه اتخاذ قرار راديكالي ولكن شعبي للدفاع عن صالح الله في إسرائيل داس بقد إهي على عباد الأوثان وصنفع ليات اعدى ال صلينا قال الكتاب لقد حدث الآن ب جرد أن أنهى تقديه ال حرقى قال ياهو للحارس والإطباطنة ادخل وقتله لا يخرج أحد وقتله بحد السيف ثاء طرده الحراس والدباط ودخلوا الغرفة الداخلية عبد البعل وأخرجوا الأع دتقال قدسة ن عبد البعل وأحرقوها ثاء حط وع ود البعل قال قدس و زيق عبد البال وجعلوه كبا نفايات حتى يو نا هذا هكذا دا رياه البعل نا اسرئيل اثنان لوك عشرة من ستا وعشرون إلى سبعا وعشرون درس يكره الله عباد الأوثان ويرفض عابدي الأوثان اللا هو الإله الوحيد الذي يجب أن يعبده كل الناس لا إله آخر في الهواء أو على الأرض أو في البحر يجب أن يعبده الرب هو الرب وصنعوس وات والأرض لن يشارك جده عأي شخص يجب رفض أي شخص أو ألوهية أخرى تكبر له أو لها يجب أن يعطى كل الشرف وال جد لله فقط فيجو يعي الأوقات نقطة دعاء عزيزي الله أرجو أن أركز خد أتي لك فقط لا تدعوني أخد الأصنى ولا تدعوني أشاركك جدك عشخص آخر دع قلبي لك ليكون لت ألف بك طوال أيا حياتي حتى ت كن نألست تعى بفوائدك على الأرض وفيس كأن باس يسوع آل سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين أنه ين